يعني مثل ما ذكرت لدكتورة أليس أنها هي كلمة كبيرة كلمة العهد يعني بدون الخوض في المعاني اللاهوتية للكلمة سواء من العهد القديم أو العهد الجديد في العهد القديم بريت في العهد الجديد داثيكي اللي هو من طرف واحد طرف إلهي لأنه الله هو الشاهد يعني وإحنا دخلنا في هذا العهد سواء بالخلاص هذا هو العهد الجديد بدمه يعني تختم بدم المسيح ونفس الشي بعلاقة الزواج إحنا دخلنا في عهد مقدس لا يكسر لهذا السبب يعني ذكرت أنها كلمة كبيرة ولكن برضو هذا لا يمنع أن نتعهد مثل ما الكاهن أو القسيس لما بيسأل الطرفين هل تتعهد لأنه بيستكمل مثل ما ذكرت من المتلت إحنا ابتدينا من هاي النقطة ولكن كلما اقتربنا من الرب نتحد بالرب أكتر إذا في أي إضافة عندك؟ لو في زوجة ليها علاقة بل لو جزها لأ بنقول لها خليكي واقفة تحت الصلي ده اللي كنت عاوزة أسألك يعني وصلي واتمسيكي بربنا وخلي حياتك هي اللي تشع نور ربنا وربنا يجبهولك عن ناحية تانية من الصلي فتبقى بصيرتك مش توعظهوش ما لكن في أزواج بترفع الضغط يا دكتور آليس وفي زوجات برضو بترفع الضغط أو بسببه كمان سكري ما هو ده العلاقة الشخصية مع الله مين يديني أحتمل وفاتفض معايا ويديني حب وغفران لو كده كانت البيوت تفكت من زمان لأن مش كل الستات حلوة وكل رجالة حلوة لكن لو في طرف واقف تحت الصليب ومستخدم كل نعمة في الصليب للغفران وللحب والعطاء لازم تكافأ لازم شفت كتير ستات ربنا كافئهم واكتزابتهم النعمة فجم في الآخر تحت الصليب وبقوا مع بعض دي قصص كتير قوي نعم يربحنا بصيرة النساء بدون كلمة يعني لا نعثرهم بسلوكياتنا وإحنا متدينين نور يكونوا ملحوا ورائحة المسيح فيكتزبهم الحب